تلقى مسؤول الإسماعيلي مكاتبة رسمية من الاتحاد المصري لقرة القدم باستدعاء عمر الساعي ونادر فرج لاعب الفريء الأول لقرة القدم للانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي الخميس المقبل بناء على طلب المدرب البرازيلي روجيرو مكالي استعداداً لمشاركة في بطولة غرب آسيا الدولية الودية بمدينة الأحساء بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20 حتى 26 مارس الحالي بوجود ثماني منتخبات بجانب مصر والسعودية صاحبة الأرض والعراق والأردن واستراليا وكوريا الجنوبية والإمارات والتايلاند وكان إهاب جلال المدير الفن الإسماعيلي أبدأ ارتياحه لاختيار السنائي عمر الساعي ونادر فرج لمعسكر المنتخب الأولمبي المقبل للتحضير للمشاركة في بطولة غرب آسيا الدولية الودية لافتن النظر إلى أن اللاعبان من الخامات الجديدة والجيدة ولهما مستقبل باهر وينتظر أن يصطع نجمهما في أولمبيات فرنسا 2024 ويكون محط أنظار الأندية الأوروبية وتقدر الإشارة إلى أن الجهاز الفني الإسماعيلي أصبح يعتمد على عمر الساعي ونادر فرج أساسيين خلال المباراة الرسمية للفريق منذ وداية الموسم الحالي في خطير وسط الهجوم نظرا لتعلقهما لافتن النظر وتقديم مردود إيجابي يحسب لهما طوال الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر